أنت الإله الواحد الفرد الذي كل القلوب به تقر وتشهد يا من له عندي الوجه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم وحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون إلى بقية الآيات المبارك صدق الله العلي العظيم البارحة في أولى ليالي هذا المجلس المبارك قدمنا مقدمة مطولة وقلنا بعضكم ما كنتم موجودين ألخص المقدمة لأن يحتاج إلى هذا المقدمة قلنا أن هذه السورة التي تسمى بأسماء مختلفة منها سورة براءة سورة التوبة سورة الغاضبة وأسماء كثيرة هذه نزلت في المدينة لا شك فيه إجماع المفسرين ونزلت أيضا بإجماع العلماء في السنة التاسعة من الهجرة يعني شنو؟ يعني بعد فتح مكة وبعد قضية حنين والطائف يعني شنو؟ معنى ذلك أن الانتصار الساحق أو الكامل صار للمسلمين طيب وبقيت هناك فلول من المشرك من ناحية أخرى بعد فتح مكة وبعد قضية الطائف مئات الآلاف إذا قلنا مئات الآلاف هذه مو مبالغة أكثر من قدر نقول مئات الآلاف من العرب في مجمل مناطق الجزيرة العربية أتوا إلى المدينة وأسلموا على يد رسول الله صلى الله عليه وآله ولمن ناحية من ناحية أخرى اليهود في يثرب بعدهم موجودين وما أسلموا من ناحية أخرى النصارى موجودين في نجران وغير نجران فصار المجتمع العربي الإسلامي ذاك اليوم صار مختلط من الأفكار والقبائل والعشائر والأديان والمذاهب ولكن المجمل أنه صار بيد الإسلام وتحت قيادة رسول الله صلى الله عليه وآله وآله طيب في خلال هل ثمان سنوات يعني من أول وصول الرسول إلى المدينة انتبهوا هذه أمور تاريخية مهمة حتى نفهم الآيات من أول وصول الرسول صلى الله عليه وآله وآله إلى المدينة إلى فتح مكة كم سنة صارت فمان سنوات كم حرب وغزوة صارت عشرات من اللي بدأ المشركون من الذي ساعد وألب وشجع وتآمر اليهود هذا لا شك فيه كل التواريخ تذكر هذا الشيء طيب انتهى الآمر ما انتهى هناك قبائل ما رضخت للإسلام حتى بعد فتح مكة هاي من ناحية من ناحية ثانية لما انتقرت تاريخ فتح مكة تقريبا تقدر تقول أنه بالغصب يعني مو بكيف هم صار اجه الجيش الإسلامي ودخل فاتحا مكة طبعا بشكل سلمي من دخل المسجد الحرام فهو آمن من دخل بيت أبي صفيان فهو آخر ولم يقتلوا أحدا ولكن هذه الثلة الكبيرة المجموعات البشرية التي أظهرت الإسلام ظاهرا أيضا كانت تتآمر هذه من ناحية من ناحية أخرى هناك قبائل نقضوا عهودهم لأن هذه الآيات هواي قوية أقتلوا أرصدوا حيث وجدتموهم فاقتلوا هاي شلون ها هذه بعد نقضهم العهود والمعاهدات التي بينهم وبين رسول الله وبعد أن كانت الأخبار تأتي من هنا وهناك أنه ذول يقلبون مرة ثانية لأجل الهجوم على المدينة أيضا على يثرب وقتل رسول الله صلى الله عليه وآله هنا صدر القرار الإلهي من نبوي هذه آيات قرآنية يخمون النبي الله سبحانه وتعالى خل خط فاصل إما أن تترك مؤامراتكم وتخطيطاتكم ضد المسلمين وإما القتل خلاص بعد لأنه تسع سنوات صبرنا عليكم تلسة تلتعش سنة صبرنا وين في مكة قتلتم وعذبتم وهجرتم وقتلتم وأردتم قتل رسول الله وقضية المبيت وقضية بلال وقضية عمار وأبيه ياسر وسمية وقتل كل هذا تحملناها بس بعد يجب أن يكون هناك موقف صارم وإلا هذه الأمور تستمر وتستمر والدولة الإسلامية تكون في معرض الخطر فلازم يصير حد إلى هذه المقدمة ذكرناها بشكل مفصل للبارحة الآن للإخوة القادمين حتى نكون في أجواء السورة خب يبقى استثناءات أول شنو قلنا البارحة براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين المعاهدة انتهت كل المعاهدات بطلت ليش لأنه أنتو أبطلتموها شرحنا هذه البارحة ما بيستثناء ليش بها استثناء الليلة نقرأ الاستثناء إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا هذه الآية بعد تحل المشكلة إذا واحد عنده إشكال على القرآن استغفر الله أو على الإسلام الإسلام دين دموي لا مو دين دموي جيب لي حرب واحدة غزوة واحدة الرسول بدأ كل الغزوات هم بدأوا وهم تآمروا سواء مع اليهود أو مع المشركين الآن اللي دي تجي سورة براءة أيضا يقول إلا يعني شنو يعني أكو استثناء للذين لم ينقضوا عهودهم إلا الذين عاهدتم أنتم المسلمون بقيادة الرسول من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا يعني ما أخلوا بالمعاهدات أكو بنوت في المعاهدات اللطيفة هاي المعاهدات موجودة ها في التاريخ في كتب التاريخ موجودة إلى الآن موجودة يمكن شوية خلل صاير به بالكلمات بالنقاط ممكن أما بعضها موجودة الآن بنوت بيها بعضها سبع بنود عشر بنود بيها في المعاهدات ثم لم ينقصوكم شيئا ما نقصوا من البنوت ما أخلوا بيها هاي وحدة بعد التفتوا إلى الدقة ولم يظاهروا عليكم أحدا هذا الشرط الثاني أولا لم ينقصوكم ما أخلوا ببنود المعاهد ثانيا لم ينقصوا لم يظاهروا عليكم يظاهروا من أي كلمة من كلمة الظهر مظاهرة والفعل المظارع يظاهر يعني يعطي ظهره إلى ظهر ذلك يعني يعينه يساعده هذا معنى المظاهرة بعضهم ما أخلوا بالبنود وهم اليهود عجيبة ظاهرا ما أخلوا إلا بعضهم سبيل تفصيل بعضهم أخلوا بعضهم ما أخلوا ولكن يدزون وفود إلى مكة إلى بقية المدن في الجزيرة العربية يقلبوهم يقولون تعالوا اهجموا نحن في يثرب عدنا حصون عدنا سيوف عدنا مقاتلين نحن مننا وانتم مننا نحاصر المدينة نقتل الرسول ونقتل المسلمين خلص بعد هذا معنى المظاهرة من الظهر من كلمة الظهر مثل تقول تعطيني ظهرك توقف ويايا أو لا هذا من كلمة الظهر ولم يظاهروا عليكم أحدا ما يتعاغنون مع المشركين يعني اليهود أو بعض المشركين كانوا يظاهرون البعض الآخر يعني بعض الذين في فتح مكة أسلموا ظاهرا هذول يرحون إلى بعض القبائل يحركوهم تعالوا نهجم انتم اهجموا احنا منساعدكم أسلحة تردون احنا نطيكم أسلحة سيوف تردون احنا نطيكم هذه صايرة في التاريخ خب إذا هالشكل ما مساوين يعني شيئا ما سوا وشنو لم ينقصوكم شيئا هذا واحد البنود كلها طبقوها ثانيا لم يظاهروا أحدا شنو سوو يقول دولة ما يخالف فأتموا إليهم عهدهم العهد الموجود إلى مدة تسعة شهر مثلا اليوم شقريت في التاريخ أنه بعضها كانت من تسعة شهر هو الرسول القرآن يعطيهم مهل جيد أربعة شهر من عشرة ذي الحجة يوم النحر إلى عشرين ربيع الأول قلنا البارحة أربعة شهر لا هذا خليب ولذلك رأيت أن الإمام أمير المؤمنين صلى الله عليه عندما أمره رسول الله بأمر من الله جبرايل نزل قال أرسل علي بالوثيقة بالسورة هذه بالآيات الأولى طبعا مو كل السورة بالآيات الأولى اذهب واخذها من أبي باكر في الطريق كان وألقي عليهم لأمر من الله أنه أنت تبلغ أو أحد من أهل بيتك لما راح هناك قرأ علي في يوم النحر يوم كامل من الصبح لللييل يقرأ هذه الآيات بس ويشترط عليهم ويشترط عليهم إذا عدكم عهد وما نقضتم العهد إلى مدتكم والأشياء اللي قلناها البارحة عريان لا يأتي إلى المسجل الحرام مشرك لا يأتي إلى آخر بعد أربعة شهر وهذه الأربعة شهر معي عجيبة القائد المنتصر في كل الجزيرة العربية يعطي مهلة لأعدائه غاية هذه ما صار في التاريخ مهلة يعطيه رح جهز نفسك فكر إما تترك المؤامرات وإما القتل بس ترطيك مهلة أربعة تشهر وحس فكر هاي جدا يعني نوع من جلب الناس إلى الهداية مو الحرب مو الهدف مو الحرب فأتم إليهم عهدهم إلى مدتهم تسعة شهر عشرة شهر سنة خلوه يبقون ما كمانع إن الله يحب المتقين يعني أيها المسلمون أنتوا لازم تكونون متقين التقوى تأمر بشنو بحفظ الحهود والمعاهدات بشرط أن العدو لي خالف أما إذا خالف بعد شنو أنت بالسوق مثلا شريكك خالف البنود بنود الشراكة من حقك أن تبطل أو لا من حقك أن تبطل الشراكة طيب اسأل الآن أنت هذا الشي أربعة شهر أنت سلخ أنه سلخ يعني تم مثل واحد يسلخ جلد الشات يطلع الجلد هذا يسموه سلخ فإذا سلخ الأشهر الحرم الأشهر الحرم بعض المفسرين أخطأوا قالين أشهر الحرم المعروفة يعني رجب ذا القعدة ذا الحجة محرم لا أشهر الحرم يعني هاي الأربعة شهر اللي صار حرام من قبل الله أن واحد يقتل المشركين يكونون أحرار يجون إلى المسجد الحرام حتى إذا يجون عرات ما يخالف كانوا يجون عرات النساء كانوا يجون عرات عارية عارية تأتي إلى الطواف ويصفقون كل مارد يجون خليسون أربعة شهر أما فإذا سلخ الأشهر الحرم يعني من عشرة ذا الحجة عام تسعة هجرية إلى عشرين ربيع الأول من السنة العاشرة للهجرة يصير أربعة شهر فإذا سلخ الأشهر الحرم خلص بعد فاقتل المشركين حيث وجدتمهم خلص بعد يعني ذول مؤامراتهم متنتهي فيحتاج أن الحكومة الدولة الإسلامية تأخذ موقف صار بعد فاقتلوا المشركين حيث وجدتمهم طبعا إلا إلا قلنا بعد إلا الذين عهدتهم اللي عنده معاهدة ويانا براحة إلا المعاهدة تنتهي اللي ما يسوي مؤامرة ما يخالف اللي ما يقتل لأن كانوا يعقلون المسلمين بالطرق يقتلوهم اغتيالات يسوهم هاي موجودة بالتاريخ إلى متى اغتيالات لازم بعد انتهي الإرهاب يجب أن ينتهي فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم هاي وحد واخذوهم اعتقلوهم إذا دي يسوي مؤامرة اعتقل وحصروهم مجتمعين في قلعة في مكان في قرية سووا حصار عليهم المسلمين مصطائرين أقوي يا بأحد وقعدوا لهم كل مرصد خلوا مراصد مراصد مو يعني إلا تخلوا بنايا مرصد يعني ارصدوهم بأعينكم فتشوا عنهم ديروا بالكم هذول لدي يتآمرون عليكم لي دعوكم فإن تابوا الأشهر الحرم انتهت الأربعة الشهر انتهت المهلة انتهت فإن تابوا يعني بعد ما سووا مشاكل وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة التوبة هنا مو معناة أنه بعد ما يقتلونه لازم بعد يصيرون مسلمين لأنه بعد الدولة صارت مسلمة الجزيرة العربية كلها مسلمة انتوا شونوا باقين على شرككم انتوا أهل الكتاب لا هذا أيضا مستثنى أهل الكتاب يعني هذا الحكم ترى مو لليهود ديروا بالكم ولا للنصارى ولا للمجوس على قول أنهم أهل الكتاب أهل الكتاب أحرار خليكنهم بالشرط طبعا أنه ليس ولمؤامرات إذا كبحث آخر أما المشركون انتهى دورهم لازم بعد ينتهون ويتوبون ويقيموا الصلاة يعني ظاهرا يقيموا الصلاة بالباطن منافق ما يخلف خليكم منافق بس يجي للصلاة يعطي الزكاة يعني يأتمر بقوانين الدولة انت الآن إذا تروح أي مكان أي مكان تهاجر إلى أوروبا إلى أمريكا إلى أستراليا إلى أي مكان مجبور أنه اتطبق قوانين الدولة وإن ما عجبك حتى إذا ما عجبك قوانين أكو خلص فلان مقيم في الدولة الفلانية لازم يراعي القوانين من قوانين المرور إلى القضاء كل شيء يراعي بعد وإلا إذا ما يصير مراعاة شيء يصير يصير فوضى والفوضى يعني يعني يؤدي إلى هلاك الأمة فخلوا سبيلهم إذا تابوا وأقاموا الصلاة وآتبوا الزكاة فخلوا سبيلهم يعني يخلي يكونوا أحرار بعدين تجي آية أخرى يقول احسبوهم إخوانكم بعد ذول إخوانكم إن الله غفور الرحيم يعني كل ما سووا من مؤامرات قتل بعد قصاص ماكوا يعني من قيم لهم محكمة وتعال إن قتلت فلان لا عفوا عام إن الله غفور رحيم شوف اللطف الإلهي أيضا مرة ثانية أول شي قلنا اللطف إلا الذين استثناء قرين أكو استثناء آخر جدا مهم أساسا الإسلام الوشجاي البعثة النبوية الوشجاية من قبل الله لأجل هداية بعد إسا أكم مشركين بعدهم ما تابوا وبعدهم دا يسوون مؤامرات أما أكو فيهم ناس منه ومنا يفكرون يعني إلى متى نبقى شكل أعداء الرسول وأعداء المسلمين خلينا نذهب إلى الرسول وإلى المدينة نسمعا كلام الله يمكن كلامهم صحيح هذا استثناء آخر هذا جدا لطيف هذه الآية يعني نحن لا نريد الحرب لا نريد قتالكم نريد هدايتكم بدليل أن واحد منكم أو واحدة من كنا المشركين والمشركات أكو قصص واحدة في التاريخ الصائرة هذه آية ناس لهم إجي استجار واحد أجاره أجاره يعني شنو يعني إجي يشاف واحد من أقرباء في المدينة أو في مكة قال لبابا أنا مشرك وأنا ضدكم بس أنا جاهل ما أدري شنو القصة وديني عن الرسول عند المسلمين خلي أسمع القرآن حتى أسمع كلام الله يمكن أهتدي يمكن أقبل كلامه بالهداية يعني واحد أجاره حتى في الحكم الشريع حتى الطفل أجاره ما يخالف طفل إذا أجاره ما يخالف شوف الدقة واللطف الإلهي وإن أحد من المشركين استجارك فأجره استجارك يعني شنو يعني طلب منك الأمان والجوار يريد يجي عندك هو منه من المحاربين ترها مو من الذين عاهدتم معهم يعني مو من المستثناء الذي قرأناه لا ذول أيضا من المحاربين بس فرادة يجون يستجيرون بالمسلمين يستجيرون برسول الله شنو الحكم الشرعي فأجره اعطي مهلة اعطي الجوار ليش حتى يسمع كلام الله فالغرض شنو الغرض مو حرب وقتال اقتلوهم اقتلوهم وهي الآيات لما الواحد يقراها يقول شنو يعترضون علينا انه الاسلام الدين دموي لا شوف الاستثناءات اشجر استثناء قرأنا بعدين هم اللي عارضوا هم اللي نافقوا هم اللي ألبوا هم اللي ظاهروا اعداءنا فشنو يسوي بعد اذا واحدا اجي او مجموعات حتى بالتاريخ موجود انه كان يجون يقولون خلس مع كلام الله يسمع القرآن فالرسول يقول لفلان مثلا لسلمان لأبي ذر روح اقرأ القرآن عليه يهتدي اللقيفة هذه انه بعضهم كانوا يقولون احنا بعدنا راح نفكر يعني شنو يعني جاي واستجار واجرناه وقرأنا عليه القرآن ايام بقى في المدينة ضيفناه وكلناه شربناه مع ذلك قالها لازم اروح لأهلي افكر هم ما يخالف شنون ما يخالف شوفوا حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنة يعني هذا المحارب ودي الى اهله سلم في امان خلي يفكر هم ما يخالف فالغرض والهدف من البعثة النبوية ومن تخطيط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع هالاستثناءات اللي قريناها مو القتال والحرب القتال لمن يتآمر القتال لمن يقتل المسلمين القتال لمن يظاهر اعدائنا اما الله مسالم يريد يفهم شنو تعال تفاضل حتى ما تقبل ما يخالف روح فكر ذلك ليش نعطي ايجاره نعطي ان نوصله الى مأمنه ذلك بانهم قوم لا يعلمون هذا ما يدري شنو القصة ما يعرف شنو ما ما سامع القرآن ما سامع رسول الله ما قاعدوا اياه خلي يجي ويهتدي ماكو مشكل بعدين هنا كأنه بعض المسلمين لما نزلت هذه الآيات شوية صار عدهم ارتباك من هاي الآية اللي لا رح نقراها نفهم صار عدهم ارتباك انه بس بعد تسع سنوات قتال وعدنا اقرباء في مكة اقرباء في الطائف في الجزيرة العربية في القبائل في العشائر كلها عشائرية وقبائلية بعد فالى متى شكل شوية صار عندهم تردد فهذه الآية تجيب على ترددهم فكيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله انتو انتو تقولون انه هذول عندنا معاهدات وياهم كيف المعاهدة اذا ما طبقت بنودها اخترقت وساعدوا اعدائنا وقتلوا المسلمين في الطرقات هاي معاهدة بعد مو معاهدة هذي هذي باطلة كيف يكون للمشركين عهد هذا جواب للتردد الذي اصاب بعض قلوب الناس من المسلمين مو بس المنافقين يسأل المنافقين خالصين مبين اما حتى بعض المخلصين صار عندهم تردد الله يجاوبهم يقول كيف يكون للمشركين عهد يعني الصدق عندهم عهد ما عندهم عهد يناقضون عهدهم عند الله وعند رسوله مع ذلك ادريد استثناء ثالث الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام اكو مجموعة من القبائل مذكورة في التاريخ قصصهم طويلة لا اجيب اسمائهم انا ما حافظ اقرأ بس ما احفظ بسرعة هذول عهدتم معهم عند المسجد الحرام هذول ما يخالف هذول ما ناقضوا ما قلبوا ما ساعدوا المشركين فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم شوف اش قيد لطيف العبارة اذا باقوا مستقيمين ويطبقون بنود المعاهدات استقيموا معهم ما يخالف ان الله يحب المتقل مرة ثانية الاشارة الى التقوى يعني نحن لا نريد ان نضر بالمعاهدات المعاهدات الدولية المعاهدات القبلية كلها محترمة على راسنا بس بشرط ان لا يناقضوا ان لا يخالفوا وهذا من التقوى ان الله يحب المتقين بعدين الله يقول انا اعرف ذول قلوبهم انتم متدرون في اية اخرى كيف اول شي كيف يكون للمشركين عهد ذول ما عندهم عهود عهود هم تحت اقدامهم لطيف بعدين للتاريخ يبين هذا شي بعدين هذا يحتاج قريس بعدين ايضا المعاهلات اللي صارت بعد رسول الله ايضا نوقضت المهم كيف وان يظهروا عليكم اذا هم منتصرين يظهروا يعني صاروا منتصرين عليكم لا يرقبوا فيكم الا ولا ذمة ما يلاحظون يعني ما يلاحظون اي قرابة اتوا تقولون عدنا قرابة في مكة عدنا قرابة في الطائف عدنا قرابة مع قبيلة فلان عشيرة فلان ما يخالف ولكن هذو لكن لما انتصروا اذا كانوا منتصرين وبعض الاوقات انتصروا في بعض الحروب هل راقبوا هل حافظوا الا يعني قرابة ولا ذمة ذمة يعني معاهدة ما راقبوا كيف وان يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم الا ولا ذمة ليش لان الله يدري يجون قدامك يتواضعون و يخضعون وايضا يعيدونكم بالنصرة يرضونكم بافواههم في اللسان في اللسان يقولون هذا شي وتأبى قلوبهم الله يدري انه هذول داخلهم بعدهم شرك واكثرهم فاسقون يعني حتى مع انفسهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا هذا به قصة اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فلان قبل ان مثلا يدخل في الاسلام يعني يصير ظاهر المسلم لازم نجيب اسما بعض مشكل اشتروا بآيات الله ثمنا كان يسوي عزيمة مأدبة وينادي بعض المترددين انه يصير المسلمين او من القبائل العربية على مأدبة على اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا به قصة هذه فصدوا عن سبيله وقفوا امام سبيل الله يعني ما خلوا يجون يهتدون انهم ساء ما كانوا يعملون هذا عملهم سيء جدا ليش لانه بزهيد المال بزهيد الاكل كانوا يرضخون لرؤسائهم بعدين مرة ثانية للتأكيد لا يرقبون في مؤمن يعني اذا يجفون مؤمن بالصحراء لا يمشي وحده يسافر يقتلوه وسووا هذا الشيء لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمة لا قرابة يفتهم ولا عهد مع انه من المعاهدين هو وأولئك هم المعتدون مع ذلك مع ذلك فإن تابوا ما يخالر إذا تابوا عن هاي الأمور وطبقوا المعاهدات وصاروا مسلمين ما عندنا شيء فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدي يعني ينقلب الكافر المشرك المعتدي القاتل الذي نقض العهود والمعاهدات هذا في المرة في لحظة واحدة من نجاسة إلى طهارة حكمة مشكل الحكمة الشرعية عجيبة يقول الكافر إذا اهتدى الصباح كافر مشرك نجس ولا لا نجس إنما المشركون نجس بعد لحظة واحدة يصير مسلم بدني يصير طاهر هذا الإسلام يطهر مو بس يطهر فإخوانكم في الدين إذا لتقول هذول في قلوبهم شيء هذا خلاص بعد ما دام أظهر الإسلام وأقام الصلاة وآت الزكاة فهو مسلم فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون باقي خمسة قائق وإن نكثوا أيمانهم أيضا مرة ثانية بعض الناس كانوا يجون مقبائل فرادا يحلفون أمام الرسول أو أمام المسلمين أيمان جمع اليمين وإن نكثوا أيمانهم حلفوا أقسموا أمامكم ولكن نكثوا يعني خالفوا حلفهم من بعد من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم قالوا يخلون مجالس للطعن يعني ينشرون دعايات ضد الإسلام يستهزئون بالقرآن يستهزئون بالتوحيد يستهزئون بالمعاد يستهزئون بالنبوة خفية وعلنا وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر هذا التركيز على الكبارية هذول الكبارية لأن كان عندهم فلوس وإمكانات كان يسون مجالس حسب تعبيرهم إرشادية حتى ما يخلون الناس يصيرون مسلمين هذول أئمة الكفر فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم هذول قسم حلف يمين ما يرعون لعلهم ينتهون إذا قاتلتموهم ينتهون بعد لأن إذا شافوا شدة من قبل الدولة الإسلامية يخافون بعد ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم هذول الناكثين اليمين القسم عندهم ما إلي قيمة العاهد ما إلي قيمة ألا تقاتلونهم يعني وهموا بإخراج الرسول يعني اذكروا أنه في اليوم ذولة كانوا يردون يخرجون الرسول من مكة هذا تفسير التفسير الثاني اللي أتصور أقرب إلى الواقع أنه اليهود والمشركين بعد فتح مكة أيضا تعاهدوا أن يأتوا ويهجموا على يثرب ويخرجوا الرسول من يثرب شلون أخرجوا من مكة أيضا يعني يخلوا استغفروا ويهرب في الصحراء هذه تخطيط كان من اليهود ومن المشركين بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة احنا ما بدأنا بالقتال هم اللي بادئين وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم لأن صار شوي بلبلة بالمسلمين شوي صار خشية شوي طار تردد لا تترددوا ابقوا أقوياء أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين الله لازم تخشون الله قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم هذا بعض العلماء في التفسير شفت اليوم هذا من الدلائد الإعجازية على حقية أحقية بعثة رسول الله لأن هذا طبق الآن نقرأ هذه الآية قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم بشارة لكم لتخافوا لا تخشوهم يجي يوم كل هذو لا يخضعون لكم وبالفعل صار هذا الشيء قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم خزي صير فشل وينصركم عليهم كل شيء بشارة كلها ويشفي صدور قوم مؤمنين مؤمنين لأن كثير من الناس قتدوا عذبوا تركوا أوطانهم هجرة صارت اللي راحوا إلى الحبشة واللي تأذوا هذا كل يتأذوا بعد يشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم لأن صار عندهم غيظ لأنه يتأذوا ويتوب مع ذلك توبة موجودة ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم يكفي بعد عموما شنو صار الموضوع خلاصة الآيات خلاصة الآيات من البارحة إلى اليوم في أوائل سورة براء سورة التوبة أن المشركين نقضوا عهودهم ومعاهداتهم وكذلك اليهود وبعد نقض العهود الحهود بطلت وصارت براءة من قبل الله ورسوله إلى المشركين نعم أهل الكتاب ذلك موضوع آخر بعدين يجي تفصيل في بقية الآيات في هذه السورة المباركة إلا لأبدا ما سونا صلوات رها أما الموعظة الأخيرة من وصية من أمير المؤمنين عليه السلام لابنه الحسن المشتبى صلوات الله عليه طبعا هذه الوصايا مباشرة من المعصوم إلى المعصوم ولكن ولكن كلها توصية ووصية من الحجج حجج الله إلينا بالنتيجة وإلا المعصومون وطهرون يوصي 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 من الخمس عند محلها بعد من الوصايا ووصيك الآن مو بس بالزيارة الشيء بسرعة لا تقرر تثبت تسوي يعني فكر ليش صارت شدي قال هالشكل بسرعة لتأقود موقف زوج مع زوجته يصير عندهم خلاف رأسا يطلق شنه بعد عمر وأولاد وعشرة وعيال تثبت في الأمر وفي الشركاء وفي السوق وفي الجامعة وفي الحوزة كلها والتعهد للقرآن والتعهدي للقرآن يعني كل يوم يقرأ لك شم آية وحسن الجوار الآن قضية الجوار راحت بعد ضاعت يعني جار ما يدري جارة منه أصلا نحن في منطقة نسلب على جيراننا أول شكرا لهم يجب تعجفون شدعوة يسلم السيد بابا الجاري من الأشياء اللي أوصيكم وأنا دائما أعمل بها عندما أروح إلى الحرم أو أسلم على الإمام الرضا وبالمناسبة قبل ما أجي يوم في نفس اليوم رحت إلى الحرم الله وفقني قليل أتوفق بس الله وفقني رحت سلمت على الإمام الرضا عنكم أيضا يعني من يحضر مجلسنا ومن يستمع عبر الأثير ماذا قالت؟ قالت عنهم جميعا خب هذا شنو حسن الجوار أيضا أسلم على جيراني دائما يوميا أسوي هذا الشيء لما أفوت من الحرم أشوف القبة السلام عليك يا سيدي يا علي بن مصر عن أغربائي وجيراني حسن الجوار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معروفة واجتناب الفواحش كلها في كل ما عصي الله فيه هذه وصية الإمام أمير المؤمنين إلى ابنه الحسن وإلينا معمولا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لتطبيق هذه الوصايا في هذا الشهر الفضيل وبعد هذا الشهر الفضيل اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآل محمد أنت الإله الواحد الفرد الذي كل القلوب به تقر وتشهد يا من له وعلا بحيث وعلا بحيث وعلا بحيث نصرا على محمد